أقولكم وعلى المباشر في هذه الأثناء إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بي سيدي موسى أين يجري المنتخب الوطني الأول آخرة حصة تدريبية له على أرضية ملعب الملحق أو الملعب التابع لمركز تحضير المنتخبات الوطنية بي سيدي موسى كما نتابع في هذه الأثناء تحسبا للمواجهة التي تنتظر غدا أشبال المدرب جمال بالماضي أمام منتخب النيجر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضمن مباريات المجموعة الأولى الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى المنتخب الجزائري إذن يحتل صدارة المجموعة بأربع نقاط مناصفة مع منتخب بوركي نافاصو ولكن بفارق الأهداف بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي فاز في المباراة الأولى أمام منتخب جيبوتي بثمانية أهداف كاملة في المواجهة التي لعبت على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بعدها الخضر تعادل مع منتخب بوركي نافاصو في المواجهة التي لعبت بالملعب الكبير لمدينة مراكش المغربي انتهت بهدف لمثله إذن الخضر يستعدون في هذه الأثناء وكما تتابعون وعلى المباشر من أرضية ملعب مركز سيدي موسا لتحضير المنتخبات الوطنية تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم غدا بمنتخب النيجر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في حدود ساعة الثامنة مساء بعدها سيواجهون الخضر نفس المنتخب وضمن الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل بمدينة نيامي بالنيجر ضمن مباراة المجموعة الأولى الجولة الرابعة كما قلت إذن الخضر على أهبة الاستعداد كما يظهر في الشاشة بمعنويات مرتفعة تحسبا لهذا اللقاء الذي يدخل ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 أذكر بأن الناخب الوطني جمال بالماضي وقبل هذه المواجهة عقد صبيحة اليوم ندوة صحفية تحدث فيها عن الكثير من الأمور التي تحوم حول هذه المواجهة وبعض النقاط الهامشية وتحدث كذلك عن خياراته وخاصة فيما يتعلق بمسألة إبعاد اللعب أوندي ديلور لعب نادي نيس الفرنسي كما كشف بالماضي بأن المنتخب الوطني الجزائري سوف لن يتساهل في مواجهة منتخب النيجر طبعا وهذا يدخل ضمن ثقافة الفوز التي أصبح يتحلى بها المنتخب الوطني الجزائري إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري قبل مواجهة منتخب النيجر أمسية الغد في حدود ساعة الثامنة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعدها سيطير الخضر إلى النيجر لمواجهة نفس المنتخب ضمن مباريات المجموعة الأولى الجولة الرابعة عفوا ضمن مباريات المجموعة الأولى دائما التي يتصدرها الخضر كما قلت أو بأربع نقاط من فوز وتعادل الفوز الأول كان على منتخب جيبوتي بثمانية أهداف كاملة دون مقابل أما المواجهة الثانية فستجمعهم أو المواجهة الثانية جمعتهم بمنتخب بوركينفاص وتعادلوا بهدف لمثله الخضر إذن يتصدرون المجموعة بأسبقية من ناحية الأهداف على حساب منتخب بوركينفاصو كما أذكر بأن مدرب منتخب بوركينفاصو جون ميشيل كافالي عقد والآخر ندوة سحفية شاهدناها منذ قليل على المباشر كشف من خلالها كافالي بأن مواجهة المنتخب الجزائري لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للعبه هذا شيء منطقي وأنهم سيقفون الند للند أمام المنتخب الجزائري على أرضية ميدان مصطفى شاكير كما رد كافالي على الأخبار التي راجت بخصوص ضلوعه واتحاد النيجر في تغيير توقيت وموعد المواجهة مؤكدا بأنها مجرد ضجة إعلامية وأنهم سيضعون الخضر في أحسن الظروف بالنيجر يتحدث كافالي عن مواجهة العودة التي سيخضونها ضد المنتخب الوطني الجزائري الثلاثة المقبل كما تحدث كافالي في الندوة الصحفية عن سر نجاح المنتخب الجزائري وتتويجه باللقب الإفريقي قال يعود لتعاقد مع مدرب من طينة جمال بالماضي فرغم كونه حسب كافالي غير معروف على الصعيد التدريبي العالمي إلا أنه وفق مهامه عكسه لما كان مدربا للخضر أين كان المنتخب يفتقد حتى لملعب لتدرب على حد قوله أذكر مرة أخرى مشاهد الأفاضل بأن هذه الصور تأتيكم على المباشر من ملعب أو من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أين أخذ الخضر آخر حصة تدريبية له تحسب لمواجهة منتخب النيجر أمسية الغد في حدود ساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الجزائري وبعدها الخضر سيلعبون مباراة العودة الثلاثاء المقبل بملعب نيامي عاصمة النيجر أذكر بأن بالماضي كما قلت تطرق صباحة اليوم إلى قضية الساعة التي تخص أندي ديلور فقد أكد بأن اللاعب فضل نيس على المنتخب الفرنسي هذا ما كشفه بالماضي في الندوة الصحفية وذلك في رسالة جاءت من ديلور مضيفا بأنه لن يستدعى مجددا للخضر إلا مع مدرب آخر هذا يعني أن ديلور سوف لن يكون حاضرا بصفة رسمية في كأس إفريقي للأمم القادمة التي ستجرى بالكاميرون هذا ما كشف عنه النخب الوطني جمال بالماضي وأكد الأخبار التي راجت مؤخرا حول البند الذي وقع عليه أندي ديلور في نادي نيسا الفرنسي والذي يحرمه من اللعب للمنتخب الوطني الجزائري لمدة سنة كاملة وهو ما يعني عدم لعبه لبطولة أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون إذن ديلور سوف يغيب رسميا عن المنتخب الوطني الجزائري وهذا شيء منطقي بالماضي رفض هذا الموقف من اللعب الذي تويج مع الخضر بالكأس الإفريقية في 2019 بمصر إذن أعيد وأذكر مرة أخرى مشاهد الأفاضل المنتخب الوطني الجزائري الأول لكرة القدم يستعد في هذه الأثناء لمواجهة لمواجهة منتخب النيجر غدا ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني بأربع نقاط مناصفة مع منتخب بوركينا فاصو مع أفضلية من حيث الأهداف للمنتخب الوطني الجزائري الخضر سيلعبون مواجهة الجولة الثالثة وكلهم عزم على الحصد أو حصد المزيد من النقاط وتعزيز الصدارة وطبعا حلم المونديال يبقى وارد أو الوصول إلى المونديال يبقى وارد جدا بالنسبة لتشكيل متوجه بكاس إفريقيا للأمم وعلى رأسها مدرب اسمه جمال بالماضي الكل ينتظر المنتخب الجزائري والذي هو الآن مطالب بأن يكون خير سفير للقرة السمراء بعدما تربع على عرشها بأرض الكنانة في الطبعة الماضية من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم إذن اللعبون كما نشاهد يدعبون الكرة في أجواء حماسية تنم عن الاستعداد الجيد لأشبال المدرب جمال بالماضي تحسبا لمواجهة هذا المنتخب منتخب النيجر غدا بملعب مصطفى تشكير بالبليد إذن كما تابعنا وعلى المباشر كانت هذه آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني الجزائري استعدادا لمواجهة منتخب النيجر غدا ضمن مباريات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حظ موفق للمنتخب الجزائري